ده بتختلف من سنة لسنة بالمستجدات ده بالموضة بقى صح والمستجدات يعني جيه كتير قوي 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 المعادن المعادن يعني جيه كتير قوي نوع معادن معين المعدن كانت هو اللي بتعمل حساسية في السن لو انت تسألني انا اكتر نوع عمل اجزيمة بيعمل اجزيمة في مصر ايه دلوقتي هقولك حساسية رباط البيوت اجزيمة رباط البيوت يعني ايديهم من الغسيل والبتاع لكن هو فيه نوعين اجزيمة وضروري فيه حاجة تحصل في الناس كلها يعني مش عايزة حساسية لا تحصل اللي هما ايه بنسميها معنىش هقولها باللفز يعني ايه برايماري ايريتانت يعني تعتمد على تركيز المادة المستخدمة فلو هي تستخدم مثلا ديتيرجنت اللي هي الصابون بتاع التنظيف مسحيق غسية معينة مسحيق وا 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 حتلاقي جالها حساسية بس دي تيجي لأي حد لان تركيزها عالي بدي بتعتمد على المادة بس يوم صح هنا يا دكتور عاصم ان ربات البيوت يلبسوا مثلا جوانتيات بس المناحة قد لهم الدون الجوانتيات ساعات تعمل حساسية برضو ساعات ساعات دكاترة السنان يعني بيقاسوا من الجوانتيات ساعات و اللي بيلبسوها كتير وا 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 فاذا انا الاكزيمة ضروري تتشخص بدر وضروري ما افتكرش ان انا بقيت كدر يعني ساعات بقول لحضرتك الساعة والساعة من الحاجات اللي هي منتشرة جدا الحساسية بتاعتها والطب بقى يعني فيها شوية استغراب اللهم انها لابس الساعة بقى لمدة فده يجي بقى مخه يقول له ايه يشيل الساعة من هنا حطها هنا ويلبسها في الناحية اليمين قال يعني فتجيب له حساسية برضو الحلقان الكل ده لما يعمل حساسية ضروري ضروري تتشال عشان تنفع تتعالج اه كان دايما يا دكتور يقول لك مثلا لما تجيب نظارة تجيبها اصلية لما تجيب ساعة برضو تجيبها من نوعية كويسة لان في بعض الحاجات دي بتعمل حساسية تعالف هقولك حاجة هي مش نكتة اول مرة الست بتكتشف ان الهدية اللي الراجل جابها لها اصلية ولا لا اليوم ده يعني هي يا رجالة تحترس بقى اه يعني اول حاجة بتقول لي ده جايبه ودي الدهب وحماتي جايبهالي وبتاع بس روحي بس كشيفي عليها لان الدهب اللي هو كدهب ما بيعملش انما المواد المخلوطة بيه هي اللي تعمل اشتركوا في القناة